لكن أخيراً يبقى كلام كثير في الغربان عندما يأتي يناير قبل ديسمبر إحنا دلوقتي في ستة نوفمبر بعض الصحف وكثير من المواقع نطت من نوفمبر وعدت ديسمبر وراحت يناير هقول لكم إزاي القيد الشتو في يناير الصفقات الجديدة في يناير الانتقالات في يناير فجأة الناس جزمت وحسمت مين اللي حيمشي من الأهل في يناير رغم أن اللي باقي دلوقت عدد من المباريات اللي حيتلعب في نوفمبر وشهر ديسمبر بالكامل معرفش الوضع هيبقى إيه لأي لعب دلوقتي حياخد فرصة وحيبقى حاجة زي كريم فؤاد أو زي محمود متولي أو حيزبط كفاة وجوده تفتكروا حد هيمشيه عشان كده القرار اللي حيتاخد بالإعارة أو بالاستقدام أو بالاستغناء حتى كله قرار عملي في ضوء النتائج اللي على الأرض ايه مستوى الأداء ايه وكفاة كل لعب ايه واحتياجات المراكز ايه كل ده محدش هيقدر يحسمه ولا يجزب به من غير ما يكون فيه فرص لعب انت قدامك شهرين كاملين يا أستاذ إبراهيم هم عمليين يزنوا على أسماء معينة وعايزينها تزهق وتحبط مم AM وهتلاقيها بياجمحها صفة واحدة أن هما عقدهم قرى بيخلص مم فعملية استثارة مستمر حسين الشحات رامي خلينا اقلب لك كل المواقع أو الجرايد قالت إليه أنه فيها المعنى اللي المهندس عدلي بيقوله يعني المصر اليوم حسين الشحات يبحث الرحيل عن الأهل في يناير مين اللي كاتب ما قداميش مين اللي كاته اهو فوق اهو اسلام صادق حسين الشحات يبحث عن الرحيل في هناك راجل يزوب عشقا في النادي الاهلي الجهاز الفني يتحفظ على عدم ضم كريم فؤاد للمنتخب ورامي يشكو التجاهل الجمهورية الشحات يبحث عن عرض خليجي والاهلي يرفض رحيل عبد منم للعين الاماراتي الاهرام كولر يعد البرنامج الاهلي لمواجهات الكاس والربطة اقتربت ادارة الاهلي من تجديد عقود حسين الشحات الاهرام فيه عكس اللي قالته الجمهورية يعني الجمهورية قالت لك دراحل الخليج والمصر اليوم قالت لك لا هو عايز يمشي الاهرام قالت لك لا الاقترب من تجديد عقده كمان الاهرام قالت الاهلي يسر في مستحقاته السوبر ويتلقى عروضا بالجملة لاستعارة مانو وطارق ومحمود وقالت الجمهورية الاهلي وافع على اعارة اربع لعبين في الشتاء وحددتهم عمار حمدي وكريم الدبيس وزياد طارق ومحمد محمود خلال فترة الانتقالات المقبلة وانا بقول لكم كل ده على يناير ونسين ان لسه في ديسمبر وكل ده اكتهدات اه محدش يعني انت كل يوم الناس بتبلغك بالكلام ده يعني الخبر مصدره ايه ماينفعش طريقة يا جماعة انا الاوان لازم يبقى فيه 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 تدقيق في هذا الامر الخبر مصدره ايه الكلام ده الاسماء اللي عملت اطراص ويكتب عنها ده مصدركم فيها ايه الشروع بتقولك كولر يطلب تدعيم الاهلي بتلات صفقات جديدة ومصر اليوم بتقولك كولر يطلب دعم الاهلي بمهاجم اجنبي في يناير حسم مصير محمود والدبيس وطارق بعد كاس الرابطة على اساس ان بعد ما ياخدوا في كاس الرابطة يتشاف مدى استمرارهم وبرنامج لتأهيل الشحات طيب انا ليه بقولكوا قفزوا على ديسمبر هو ديسمبر فيه ايه بالضبط شوفوا عدد المشات اللي هتتلعب ولو الاسماء دي كلها اخدت فرصة في غياب عدد من اللعيبة الوضع هيب عامل ازاي في نوفمبر لا لا يلعب المقولين في كاس مصر يوم 27 في ديسمبر اتنين ديسمبر هيلعب طلاق الجيش ده في الدورة سبعة ديسمبر هيلعب مع غزة المحلة اتناشر ديسمبر هيلعب الاتحاد ستاشر ديسمبر هيلعب مع فيوتشر عشرين ديسمبر هيلعب مع فاركو خمسة وعشرين ديسمبر مع اسموحة اتنين اربعة ست ماتشات في خلال شهر ديسمبر تفتكروا أي لعيب من دول لما ياخد عدد من المطشاط وينجح أو غيره حتى ما يستغلش الفرصة مش ده التقييم اللي حيكون بناءً على الوضع على الأرض بالزبط إيه ولا يبقى من دلوقتي الجزم والحاسم هو الراجل مش عارف هو عايز مين ومش عايز مين الكلام ده صرح لكم صرح لحد أقال لكم يعني الكلام ده بوم من إيه ده اللي أنا مستغربه لكن هتجد أسماء بعينها هي العمالة أنت من خلال خبراتك ومشاركتك في القرار الكرة والسنوات طويلة الأمور بتمشي إزاي؟ عمرها ما هتمشي كده فيه توقيت معين جهز الكرة بيقعد يبلغ المسؤولين عن الكرة إذا كانت لجنة أو مشرفين أو لجنة التخطيط وبعدين بالاحتياجات وبيبتدي الأجهزة التنفيذية تشتغل عليه اللي احتاجات دي عبارة عن مين جاي مين يمشي مين يعني المركز ده عندي مين فيه؟ هذا لم يحدث حتى الآن ما حصلش وما بيحصلش إلا في وقته فيه توقيت معروف مش معنى كده أن الأجهزة التنفيذية قاعدة إيه ده على خده؟ لا لا بتجاهز بترتب شغلها؟ بتجاهز إيه بقى؟ في كل الأماكن تحسوب أنه يسأل في أي مكان يبقى جاهز ما يبقاش بيدور بعديها أو يعمل المسألة يعني مش ضروري يعني نخش في تفاصيل شغل الأهلي بماشي زم مش مطالبين ومش صح أن احنا نشتغل في تفاصيل العمل دخل النادي الأهلي لكن يعني هي بس عايزة أقول هو مين اللي قالك؟ هي دي الفكرة سؤال بسيط جدا ترجمة نانسي قنقر